أخوة الإيمان إن الله عز وجل قد خلق الإنسان وهيأ له كل أسباب الهداية هيأ له ما يريد وبث هذه الدلائل في الكون فكانت الدلائل الكونية والآيات الكونية وكانت الآيات القرآنية فالآيات الكونية تأخذ بالعقل ليتيقن بأن هناك خالق والآيات القرآنية تعلم الإنسان كيف يتعرف على هذا الخالق كيف يتصل بهذا الخالق كيف يحب هذا الخالق كيف يصل إلى السعادة الدنيوية والأخروية وهذا معنى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب لشيء ما في موضوع أساسي موضوع ضروري يعني واحد يجيب لي شيء قصة الكون كلهم ركب عليها بس ما لا موجوده بالقرآن هذا كلام وما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزل إليهم فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام كان هو صلة الوصل بين عالم الأرض وعالم السماء بين البشر وعالم السماء فسيدنا جبريل نزل بالقول الحق ونزل بالقول الصدق والنبي عليه الصلاة والسلام نقل وبيّن ووضح للناس ما هم عليه وما هم بحاجة إليه فلذلك يا أحبابنا كل قضية ذكرت بالقرآن الكريم يجب أن نتعامل معها على أعلى مستوى من الأهمية وطبعا يا أحبابنا هذا الكتاب هذا الكتاب أتى للبشرية جمعان وإلى يوم القيامة وكان أعلى مثلا في الفصاحة والبلاغة والإتقان والإعجاز والجمال يعني حوى هذا الكتاب كل المحاسن بالتشريع بالقوانين بوعظ الناس بدلالة الناس بالنسيج اللغوي البديع فحوىت كل هذه الأمور فآياته أبلغ الآيات ودلالاته أعظم الدلالات ونوره أكبر الأنوار فهذا كلام الله يا أحبابنا وصلنا إلى قوله تعالى في سورة النحل الآية 106 من كفر بالله من بعد إيمانه هون تتحدث الآيات عن مجموعة من الناس كفرت ولكن بعد شو؟ بعد الإيمان في كفر ابتدائي واحد بالأساس كافر بالأساس شو اسمه؟ فهذا غير واحد شو سوى؟ بعد ما كان مؤمن وعرف الإيمان وذاق حلاوة الإيمان ومارس الإيمان شو عمل بعدين؟ كفر فالآيات يا أحبابنا ستعرفنا على هذه الحالة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرها وقلبه مطمئنن بالإيمان هاي شو هاي الجملة إلا من أكرها وقلبه مطمئنن بالإيمان؟ شو مسميها هاي باللغة العربية؟ هاي جملة اعتراضية هاي جملة شو؟ طرضة كل جملة تجي بين الفعل والفاعل بين جملة الشرط هاي تعتبر إيش؟ جملة اعتراضية ليش؟ لتفسر لنا المطلوب فهون لو قلنا من كفر بالله من بعد إيمانه ولكن من شرحه بالكفر صدره مو هذا اللي عليه العذاب اللي عليه العذاب من شرحه بالكفر صدره فهون أتت الآية إلا من أكرهه وقلبه مطمئنن بالإيمان هذا العناة اللي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان شو؟ هذا ما في عليه حرج هذا ما في عليه حرج ولكن من شرحه بالكفر صدره يلي انشرح صدره للكفر وانبسط بالكفر واقتنع بالكفر وقال لك هلأ ارتحت أنا هلأ ارتحت شتون ارتحت حبيبنا؟ شفت فيلم على اليوتيوب قال طلع أول مخلوق اكتشفوه بجنوب أفريقيا طلع لا فيه من حوة هلأ أخي عطيني هالكاس بقى خل ريحني بقى أنا طول الأيام بقى يعني طول الأيام عبد يذكر بس ما له مبسوط هلأ بقى عبد يذكر وهو مبسوط لأن القصة طلقت كله إيه إلا نشرح صدره بإيش؟ بالكفر إلا من شرحه بالكفر صدره قال فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فهدول اللي عليهم غضب وهدول اللي عليهم العذاب العظيم ليش قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا أكبر بلاوي هي إثار الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافري الحقيقة يا أحبابنا أن هذه الآيات عم بتغلظ جرم من كفر بالله من بعد إيمانه ليش؟ مثل ما قالنا هو عرف الإيمان آمن بالآخرة عرف الآخرة آمن بالله عرف شو يعني غضب الله عرف شو يعني العذاب العظيم عرف شو يعني الآخرة عرف 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 كل هالأمور هاي ومع ذلك يا أحبابنا انهارت المنظومة الإيمانية عنده طبعا انهارت ليش؟ ما انهارت انهارت في سباب انهارت لأنه بده مثل ما بيّن معنا بعدين بده لحياة الدنيا في أبضى في شغلة في قصة في قضية هي اللي خلته إنه والله يحط العقيدة التي ليست هي في موضع المساومة العقيدة شو يا أحبابنا ليست قضية للمساومة ليست قضية للعقيدة قضية فوق المساومة واحد قال له أخي غير ديناك بعطيك خمسة مليون دولار صفق خمسة مليون دولار والله حلوين يا أخي قال له يا أخي بغير ديني أعم ايش أعطاه خمسمائة دولار أه با كذا شو اسمه قال له شو قال له نحنا اتفقنا على المبدأ هلأ عم نتفاصل المبدأ اتفقنا على إنه في مجال نحنا نبيع ونشتري بموضوع العقيدة هلأ بقى شو عم نساوي هلأ في قضايا غير قابل للنقاش غير قابل للطرح غير قابل للمساومة غير قابل للسعر مره أسأله قال له أخي قديش بدك أنت قال له أخي أنا ما لي سمان أنا ما لي سعر أنا خارج نطاق التسعير خارج النطاق هذا كلهاته إلا فمن كفر بالله من بعد إيش إيمانه فهذه الحقيقة يا أحمدنا فالعقيدة لا يجوز أن تكون في موضع المساومة لا يجوز أن تكون في موضع الربح والخسارة ومتى ما دخل الإيمان القلب فخلص يا أحبابنا العقيدة إلى حساب آخر غير الحياة الدنيا والحسابين إيش لا ما بيداخلوا مع بعضون البعض ولا بيختلطوا مع بعضون البعض طبعا هذه الآيات يا أحبابنا لها يعني سبب للنزول سبب للنزول وسبب نزول الآيات كما ورد في عديد من التفاصير من جرير الطبري ومن كثير كثير من التفاصير أوردت الحقيقة سبب النزول وأسندت هذا السبب أن حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام برسالته يعني آمن به المستضعفون ليش لأن هدول المستضعفين يعني نفسهم شفافة من كثير الظلم من كثير القهر بيشوفوا الحقيقة أما المنافيخ الكبار حاسبين حالهم هن الحقيقة ما لهم شايفين شي شايفين حالهم وبس شايفين مصالحهم وبس شايفين اللي بدهم يا وبس فأول من آمن بالنبي عاصلها آمن به طبقة طبعا آمن في طبقة منها العقلاء والحكماء واللي أحوالهم كبيرة مثل سيدنا أبو بكر مثل أشخاص عبد الرحمن ابن عوف آمن به ما بين أشخص عمي يrator عليهم هم ي sharpenه وكان بعضهم عبيد عند سادة وكبار من فبدأوا يضيقوا عليهم بدأوا يضغطوا عليهم بدأوا يساوموهم على أيش على ترك أيش عقيدتهم بدأوا أكثر وأكثر من ذلك بدأوا بقى يطهدوهم بدأ العذاب الجسدي بدأ الضغط الجسدي فالعذاب الجسدي لتخلي عن العقيدة ليست قضية حديثة ليست قضية مستحذة لا 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 قضية قديمة قضية يعني ليش لأن بدون يعملوا أي ثمن لحتى يخرجوا عن دينهم لحتى فالحقيقة عمار بن ياسر سمية ماتت تحت التعذيب وياسر ماتت تحت التعذيب أما عمار يعني أعطاهم ما يريدون أعطاهم ما يريدون وقالوا للنبي يا رسول عمار كفر وعمار كذر إلى أن أتى عمار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتى شاكيا باكيا ما بده ما بده بس هو بين بين ألمين كبيرين بين فقال له يا رسول الله هذا ما حصل معي يأمله معي هيك هيك حتى بيقول لك أنه ريحة لحمه ريحة الشويط شموه من لحمه يعني قديش معناته هذا بلغ من العذاب قديش بلغ من الألب فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع النبي عليه الصلاة والسلام ميزانا لأمة الإسلام شو حطلنا ميزان طبعا هذا الميزان مأخوذ من وين مأخوذ من القرآن فشو قاله النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان يا رسول الله ألا قلبي مطمئن بالإيمان ما زحزع عقيدتي ولا زحزع كياني قيد أنم له فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عادوا فعد إن عادوا إذا رجعوا وعزبوك وكذا ووصلوك فرجع أنت فكانت رخصة لأمته في هذا الحال شو كانت هي رخصة للأمة إن عادوا فعد طبعا يا أحبابنا هذه قصة صحابي كبير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذه قصة تبين للناس الأولويات في الشريعة في شريعة في الكليات الخمس من الكليات الخمس الحفاظ على النفس الإنسانية هذا لا يعني أنه في أماكن الشرع حضك والشرع بيّن لك لا كل شيء وضعوا في إيش كل شيء وضعوا في موضوعه وبيّنوا في بيانه فتذكر يا أحبابنا بهذا السياق قصة الصحابة حذيفة السهمي فهذا الصحابي الحقيقة له قصة يعني كبيرة وكبيرة جداً عبدالله بن حذيفة السهمي له قصة هامة هذا الصحابي أسر مع من أسروا في بلاد الروم ولمّا ملك الروم شاف الإنسان هذا فرأى نموزج فريد من نوعه شافوا نموزج فريد من نوعه وطبعاً يا أحبابنا خرج النبي عليه الصلاة والسلام نماذج فريدي ليش؟ لأنه خرج رهبان الليل أسود النهار كان في ذلك الوقت أسود ولكن كانوا أسود بالليل وبالنهار يعني ما بيعرف واحد يكون وكان في ذلك الوقت رهبان ولكن كانوا رهباناً في الليل ورهباناً في النهار الراهب في الليل الراهب في النهار تلفظوا الحياة الدنيا ما بتقبلوا الدنيا ما بينجحوا الدنيا والأسد في الليل وأسد بالنهار تلفظوا الحضرة الإلهية رب العالمين ما بده يجي واحد نافق حال وشيء رب العالمين بده انكسار وطواضع وإسلام وتزلل واستسلام لله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالصيغة الفريدة شو هي الصيغة الفريدة؟ أتى بهم رهبان الليل إذا جان الليل إذا حان الليل كانوا بكائين كانوا قوامين كانوا ضعفاء كانوا مستسلمين وإذا طلع النهار كانوا أسودا في النهار فلذلك يا أحبابنا صنعوا حضارة ما رأت البشرية مثل هذه الحضارة بإنسانيتها بروعتها بأخلاقيتها بسموها ما عم نحكي بالسيارات والطيارات عم نحكي بالحضارة الإنسانية ودائما ما نكرر يا أحبابنا أن اليوم لم تتقدم الحضارة الإنسانية تقدمت الحضارة المادية الأدم المؤاخزة القديش صار مارسيديس البغل صار تسلا الجمال صار بوينج 700 تمام الحصان الحصان تسلا الحصان صار تسلا الحصان صار يعني إحنا ما جبنا نلحمه أول شي نبدأ شو اسمه ولكن يا أحبابنا الإنسان اليوم صار بصاروخ بيقتل ألف إنسان بيقتل عشرة ألاف إنسان اليوم أوحش حيوان يا أحبابنا أوحش حيوان ما بحسن يقتل أكتر من فريسة وحدة قد ما كان شريس وقد ما كان بيقتل فريسة وحدة وبيقتل الفريسة اللي يأكل عليها ليعيش ليستدين بالحياة أما اليوم الإنسان عم بيقتل ألف وحشرة وحش ليه ليه صغار وكبار فهي أحبابنا وحشية ما بعدها وحشية ولو غلفناها بالاختراعات الإلكترونية ولو غلفناها بالموسيقى الهادئة والناعمة ولو غلفناها بأفلام سينمائية وكذا 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 فالإنسان اليوم فشل بالحضارة الإنسانية ونجح بالحضارة المادية نجح ليش لأن الحضارة المادية مبنية على علم فمنية على علم مادي فنجح بهذه الحضارة فلذلك يا أحبابنا عبدالله بن حذيفة السهني لما شافه ملك الروم رأى نموذج فريد من الإنسان ما رأى قبله سابقا فقدم له عرض خيالي هو أسير قال له زوجك بنتي وأشركك في ملكي بس طلب واحد شو الطلب؟ قال غير عقيدتك قال ليه بصفحة؟ رجع على وراء شوي شو اسمه فقال له بكل بساطة قال له لا لا يمكن لا يمكن أني غير أنا عقيدتي ولا يمكن أني أنا غير مبدأ عم بيعرض عليك زواج بنته بنت ملك الروم عم بيعرض عليك مشاركته في الملك عم بيعرض عليك شو اسمه؟ بس رجع عن دينك نصر بس ما مطلوب منك يو في ناس يعني برغيف خبز عم بيبيع القضية كلها ياتها شو اسمه عم بيبيع الجمل بما حمل فقال له لا يمكن فقال له خلو خلو وأتى بحوض فيه زيت مغلي وأتى بأحد الأسرة وزدتو به فانصهر انصهر بلحظات فبكى عبد الله ابن حزيفة الزمي بكي هون قال لك استوى هلا ارتخى بكي الزنمي خلاص قال له هلا هاتوا بقى أكيد دي وقع هلا بدي وقع الكونتراكت يعني قال له اتفقنا قال له على شو قال له على اتفاق ترجع عن دينك تاخد البنت تشاركني بالملك قال له لا قال له كان ليه عن تبكي قال له بكيت أنه ليس لي ألف روح وموت هيك موتي ألف مرة لأدقرب بها إلى الله قال له لا هدول ما له الحل هدول ما له الحل هدول ما قال له قال له عمي إلي منك طلب قال له شو قال له تبوس راسي شو بده يا الملك يبوس راسي قال له بشرط قال له بشرط قال له شو قال له تطلق سراح كل الأسرة هذا تمن البوسي حتى البوسي كان عندهم إلى تمان بس مو مثل التسعيرات تبع اليوم البوسات تبع اليوم غير غير قصة غير حياة غير أخلاق غير فهم غير استيعاب غير علم فقال له ايه قال فقبل رأسه وأطلق له كل الأسرع فلما رجع قال له حقا على كل مننا أن يقبل رأسه لمين لعبد الله بن حذيفة السهمي على كل واحد فينا اليوم يا أحبابنا في ناس تنباس بنحط على الرأس في ناس يعني لا حول ولا قوت إلا بالله العلي العظيم فنزلت هذه الآيات يا أحباب نزلت كما بينا وبينت هذه الآيات كيف أن الكفر بالله من بعد إيمانه هذا من أكبر الكبائر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال يعني إذا حمل وطيس واضطرينا شو الإسلام في عنا هرمية يا أحبابنا في عنا شو أولويات شغل مو بالعواطف شغل مو بالعواطف هذا علم هذا هذا دين ما له تين هذا يجب لي والله يوتيوب وهذا يجب لي جوجل وهذا يجب لي تشات جي بي تي مو هيك يا أحبابنا الدين مو هيك تأخذ العقائد وتأخذ قال له دينك دينك لحمك ودمك فالواحد بده يعرف وين الناس اليوم يا أحبابنا يعني الشاطر الشاطر اللي بتترجله على يوتيوبين وقف الله المؤمنين وخلص خلصت يا عرب وما له عرفان مين حطط له هاليوتيوبات أنا بعرف أين حطط اليوتيوب خاصة إذا كان مرتب ومتعوب عليه ومهندس يعني نصطيلك يا على الآخر ما بتلاقي غير أحي الله هزي تصل فيك العالم يا شيخ شبك أنا حاسس عقيدتي مهزوزة طبعا لأن عقيدتك مثل السن لمخلخع بده شوف هيك صف يعني عقيدتك هيك صف يعني عقيدتك يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ليش يمسي مؤمنا ويصبح كافرا لأنه نايم على الحفة واحد نايم على الحفة فألأ حالو بالأبو طبعا لأنه نايم على الحفة جايين على خلينا إيمان نرقي رقي رقي أقل لنسمة شو بتساوي أقل لنسمة لما شاف حبد الله بكي قال له ليش عبد البكي قال له مو حرام هذا يا ظالمين يا قتل يا فجا بسط له قال له يا ريد كون والله وشو اسمه فلذلك يا أحبابنا من كفر بالله من بعد إيمانهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر هون بدنا ننتبه لقضية وقضية هامة جدا هاي شو عم بتقولي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان اللسان قال الشيء ولكن القلب قال شيئون آخر لمين القول يا أحبابنا لمين القول للقلب للقلب الإيمان وين موضوعه يا أحبابنا القلب لا لا شيخ يعني القلب يعني العقل كان رب العالمي أنا العقل كان أنا القلب يا أحبابنا ذكرت أحوال القلب في القرآن الكريم بأكثر من 150 موضع القلب أكاديمية كاملة القلب هو اللي بيّن كيفية التعامل معه وهو موضع الإيمان وهو موضع الإيمان يا أحبابنا فلذلك شو قالك قالك إلا ما وقلبه شو الشرط شو الشرط آه طيب إذا ما في قلب بالإيمان هو قاعد على كلمة سلامتك خلصت حكا هالكلمة بلسان حكا هالكلمة خلص معناته طلع هو من الإيمان فلذلك يا أحبابنا اليوم بدنا ننشئ جيلنا على الإيمان القلبي بدنا ننشئنا على هذا الإيمان الحقيقي وإلا عم نضحك على بعض عم نضحك على بعض ما في كلام إلا لي والله إذا ما دخل إذا متما قال الشاعر قال له عرفت هواها قبل أن أعرف الهوا فصادف قلبا خاليا فتمكن قلب خالي شافة لجورجيت أي سلامتك غير تحطح ما عدي يحدلك المشكلة بها شيخي شو بدي يحل شو بدك تحل هلا بعد ما صاره شوارب وبكثفه جمل شو بدك تحل مين اللي بدي يحل حلته وخلصيت ما قال قال بدك تحل يتحل شو تحل شو بده ينبنى الإيمان بالقلب بده ينزرع الإيمان بالقلب بدك تسئل إيمان بالقلب لحتى يصير محبة الله ومحبة الرسول ومحبة القرآن أحب إليه مما سواهما ساعة بتأمن عليه ساعة وينما زتيته بينزل يعني عبدالله بن حزيف السهم كان معه يعني حدا كان في حدا عن بيلأنه كان في حدا عن بيرده كان في معه ما كان كان في إيمان بقلبه يا أحباب اليوم يا أحبابنا الأولوية الأولى لأمة الإسلام الأولوية الأولى لأمة الإسلام وأنا أعني ما أقول وأصدح بها وتوصل لوين ما توصل أن يكون الإيمان في القلب بعد ما بيكون الإيمان في القلب بتكون الأعمال أما إذا الأعمال مبنية على نفاق الأعمال مبنية على عقيدة من خلخلة بتكون الأعمال يا أحبابنا من خلخلة بتكون الأعمال ناقصة بتكون الأعمال بحسب أهوائنا ومتطلباتنا مو بمراد الله عز وجل عظمة النبي عليه الصلاة والسلام أدى كل الأعمال ولكن كانت كل هذه الأعمال بمراد الله عز وجل ويوم زاحوا شوي شوي زاحها كان النبي معون يا لطيف النبي معون اي وابو بكر وعمر ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا اذا لن نبي عليه الصلاة والسلام ولا اصحاب ولا ما اغنت عنه اننا بدي تغني يا شباب ما بنا نضحك على بعضنا ما بنا نحكي كلام اسطيحي ما بدينا يوم احد خالفوا توصيات النبي شو كانت النتيجة شو كانت النتيجة شج رأس النبي وكسرة الوع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي معه سيدنا جبريل وميكائيل ومعه ملائكة السماء ومعه 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 يا جماعة اذا ما رجعنا لحقيقة الايمان اذا ما رجعنا لحقيقة الاسلام باي لحظة يا احبابنا اقول انا هلأ بدي بلش انا بدي بلش بواحد مو انتو والله بتكفوه يعني عمد حلف بي الله بس الشغلة بدي رجالهم صدقوا معه الصدق هذا الصدق انا اعطي عقلي وفكري وروحي ليش والله بتستحق يا احباب والله هالبيعة شو هالبيعة هي بتستحق الا فلذلك يا احبابنا القلب هو الاساس فمهما استولى الظالم بظلمه يا احبابنا على مال المظلوم وجسده وحريته فسيعجز عن الاستيلاء على قلبه هاي امثلة وامثلة كثيرة اد ما اعمل اما اذا القلب فاضي اذا القلب فيه والله ما هبى ودب تفتح القلب انا بقول له شغلي متمنى انا بدي ساوي ااب يعني اعمل على على امازون ولا على جوجل تبع الابات ااب ستور ابل ستور بدي اعمل ااب هالاب هاد كل واحد بيفتح موبايله بيحطه على راسه وقت بوقف بالصلاة بس هيك فهذا القلب بيع كيس شو عم بيفكر هاد الزلمة اه ومشي انت مشي من ورا وتفرج بقى كبادي نارنجي اخضر واحمر يا ريان يعني والله مرة مرة بتذكر جامع الشيخ محدين جامع راقي وروحانية وبحي راقي دمشق كبير عريق كان في شخص مجذوب كانت الدنيا العصر ورمضان كان جاي رمضان بصيف حاني اربع صفوف بالمسجد والمسجد ضخم دخل هذا الشخص المجذوب وصطفت اني انا داخل وراه كمان من يحلي ما كنت قدام من يحلي كنت جاي وراه يعني فوقف ديكبر تكبير الاستفتاح وقف بنصف المسجد وصرخ صوت الله اكبر الله وكيكم يا شباب الاربع صفوف مطو الاربع صفوف مثل واحد غفلان وصرخت فيه صوت شو الاربع صفوف نطيت انا طلعت هيك منظر منظر مرعب يعني قال له هلو مرة كان مجموعة من مصلين عم بيصلوا فيه كلب اسود راقد وراقد افا مجنون ليلة فمشي قدام المصلين خلصت صلاة قاله قالوا له موعب عليك ما تستحيك ما عد فيك عقل بنوم اطعطلنا الصلاة قال له انه صلاة قال له كنا وقفين عم نصلي وانتي اطعطلنا صلاتنا قال له انا كنت راقد افا كلب ليلة ما شفت كون انتوا وقفين بين ايدين الله شفتوا الكلب وشفتوني هو راقد افا مين افا كلب ليلة مو ليلة يعني لو ليلة يعني فيه ما فيه يعني راقد افا ليلة اما راقد افا كلب ليلة فقال له ما شفت كون ولا شفت حنا فانتوا اللي وقفين بين ايدين رب العالمين فلذلك يا احبابنا بدنا نرجع لهالمعاني الايمانية فبدنا نرجع لايمان القلب يا احباب لان هذا الايمان بينه الله عز وجل لنا لا طمأنينة يا احبابنا الا بطمأنينة القلب ولا ايمان الا بطمأنينة القلب اطيب شيخي حلوة لحكي هذا بس انتوا في عندكن مش بلي المشايخ خير تحكوا بس ما ترونه شو نسائب بعدين تحكوا حكي حلو بس شونا نعمل قال لا انا قبل ما كنشيخ كنت مهنديس عندي واحد زائد واحد يساء zero one انا بشتغل على zero one ما بشتغل على قاله طيب الايمان اول درس بالايمان اول درس بطمأنينة القلب كيف نحصل طمأنينة القلب كيف نحصل طمأنينة القلب رب العالمين عطانا طريق واحي قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن دلقلوب قال ما في طريق تاني شوفي في طريق واحد قال الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب معناته يا أحبابنا عندنا مدرسة الزكر عندنا مدرسة القلب أعلم شيخي والله ما حدا حكالنا عليه هون ما صار شيء لستعتنا بالدنيا لستعتنا هون فهذا الذكر هو الطريق لهذا إيش لهذا الإيمان الله عز وجل يقول بوصف المؤمنين بسورة الأنفال الآية 2 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تهتز مشاعره تهتز كيانه قلبه قال أستاذ كيف يعني وجلت قلوبهم قال كيف قال أنت لما خطبت وقالوا إجيت سعاد شو صار بألباك قال صاريت قال هاي هي وجلت قلوب قال هلا أفمنا وهيك معتا معتا لما بدأ يقولوا الله ألبك شو بدأ يصير فيه بدي يخفئ هالخفاء هاي بدي يخفق محبة بدي يخفق شوقا بدي يخفق خشة وإجلالا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بده يزيد الإيمان والله يا شيخي أنا بعمل ختمة كل بس ما في زيادة إيمان مثل ما أنا كمان الرخامة والتسجيل إذا حطيت ختمة بالضلمة ما بتقيد لك يا نفسها لأن القلب وين شبه يا أحبابنا القلب ميت فلذلك يا أحبابنا هذا القلب لا يمكن أن يسير بدرب الإيمان إذا لم يرتوي بذكر الله إذا لم يتغزى بكلام إلا فانشراح القلب وطمأنينته لا تكون إلا إيش لا تكون إلا بهذا الأمر ولا تكون إلا بهذا الدليل شغلة ثانية إلا من شرح بالكفر صدرا قال انشراح صدره راح تنفس لا تعني إنه هذا الكلام صحيح عطي بالك لا يعني مرة راحين على طابوسة الله مولا يعني قال لي يا أخي شو هالإنشراح طلعت يعني إنشراح إنشراح زيت مطلي إنشراح شو مصيبة ما لك أرفع ما ناتا أنت أحيانا يا أحبابنا الشيطان يوهم الإنسان بإنشراح في بعض الحالات شو مرة هيك إنسان على مستوى من الروحانية وكان في لحظات النزأ فإجه شيخه لعنده قال له يا سيدي أنا برات الصلاة بحس بإنشراح أنا بدي صلي تقبض نفسي قال له يا شيخ فلان قال له الله أمرنا بالإنشراح ولا الله أمرنا بالصلاة الله أمرنا بشو الله أمرنا بالصلاة الله ما بده أمرنا بالإنشراح أحد أحبابي بعث لي سؤال يعني أذكر اسم الشخص ومو بأمريكا قصة هو ببلدته قال لي شيخنا أنا عم فكر بقصة كذا فدخلت على محل وجدت مكتوب وفي السماء يرزقكم وما توعدوا طلعت من المحل فوجدت خمسين بعملة البلد فهل رسالة من الله هذه تشوف يا حبيبي أما الآية فأنت تعمل والله عبر زقك مظبوط قال لي مظبوط قلت له أما الخمسين ليرة فعاني من جيبت واحد كان مارئ من هون ما بدنا نضحك على بعضنا ما بدنا نقلف ونتبل الإسلام دين العقل يا أحبابنا الإسلام دين الفهم الإسلام جئتكم بديانة ليلة كنهاركم واضحة صاطحة مثل الشمس متى ما لقيت أفلامات ومتى ما لقيت من تحت الترابيزة عرفت إنه الطبخة شو هي طبخة أبدا بالدين بالإسلام ما عنا يا أحبابنا عقدتنا صريحة وقضينا أبلج واضح ظاهر لكل الناس ولكل العيان فإن شرح الصدر وراحت النفس بالرأي لا تجعل منه حقا فقد يكفر للإنسان وهو مطمئن وقد يؤمن وهو كاره ولكن من شرح بالكفري مرحب هالآية يا أحبابنا ولكن من شرح بالكفري صدر صور لوين وصل بهالمرحلة إنه عم ينشرح صدره بايش بيالكفر فالموضوع مرعب فعليهم غضب من الله فمين اللي باقوا بغضب الله يا أحبابنا مين هنين اللي باقوا بغضب الله اللي آمنوا وعرفوا الحقيقة ورجعوا بعدين شو ساووا غيروا بدلوا حرفوا شالوا حطوا كفروا وطغوا وضللوا وضللوا فهدول بيبيقوا بايش بقى قال فعليهم غضب من الله قال هدول بس هدوليك قال لا لا ما تظنوا بس هدوليك كل يوم كل واحد من امة الاسلام خرج عن عقيدته خرج عن ايمانه فينطبخ عليه هذا القول وهو من المغضوب عليه ولعل من المغضوب عليهم بهالامة الله اعلم قديش فيه مغضوب نحن هيك من ريح ضبيرنا هيا هدول نلعب بسات من قسم يعني مباراة فطبول يعني لا لا يا حبيب لا لا اي واحد حقا ما قالك رب العالمين لا قالك هدول ولا قالك هدول يعني ما في عند رب العالمين ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب شغلة مو بالحكي شغلة مو بالمناصب وبالكذا ونحن جماعة فلان ونحن كذا ونحن هذا اي اخي انا بحط عندي على باب بيتي مستشفى الحياة اي ولا عندي ادوية ولا عندي اطبة ولا عندي هاي مستشفى نيلة زرقة شو اذا حطيت مستشفى الحياة خلاص يعني صدقنا مستشفى الحياة يعني على مين عم تضحك اول شي عم تضحك على حالك وعلى كم درويش صدقوني ايجوا لعندي يشافوا والله ايجوا على مستشفى الحياة فلذلك يا احبابنا كان هذا الامر الولاك من شرح بالكفر صدرا هدول شو فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فشفت يا اخي وين فرب العالمين عم بينزير الاوعى في مجالات في مجال تاخد تعطفية في مجالات خطيرة ما في مجال تاخد تعطفية قال الاخي قاعد هيك قال فجأة صار وجع بصدراك طيب ويدك اليسار نمليت ايه شو بيساوي هلا ما بدا التاني يحكو فيها ارقيد على الـ ارقيد على الـ انت بضعك شو خطير مرة طبعا الطبيب قالت روح على الـ وانا مغتنع انه انا ما بدي ايار بس التزمت بكلامه التزمت بكلامه كان عندي تنميل بلصف وجه اليسار تلزمت بكلامه كان هي سببا الكورونا ما كان مثل ما هي ما توقع قالوا ما بصير ما بصير تسوء انت السيارة مو بشانك لو انت ابو باي وبطل وابو علي بشان غيرك نخاف على غيرك طيب شو معناته هذا الكلام يا احبابنا معناته انت ايها الاخ انت ايها الاخ اذا بلغت الوساوس والخطرات وحديث النفس وصل الى خط العقيدة اعرف انه انت هلا بدك اي ار شو بدك اي ار والله يا احبابنا انا حينما اتت الى هذا البلد تمنيت اني ساوي هالمشروع وان شاء الله الله يعطيني قدرة وامر ساوي هالمشروع بدي ساوي ف اي ار فيث اي ار ليش لأن هاي الف اي ار يعني اذا ال اي ار هديكية ف أشكل وراح الواحد رات حتعري الحياة الدنيا اليوم ماهل القسمة مع الحياة الدنيا درس القادمة وان شاء الله نكمل اتروح على هيم حياة الدنيا اما يلي بروح عليه إيمانه يا أحباب ده شو بصير فيه هذا بالآخرة شو فيه له غضب من الله ولهم عذابون عظيم طيب وينه هذا اللي يجي عم بيقلك دخيلك بلكن يا شواء أنا بتجيني هيك حالات بس قليلة جدا يعني بتجيني بتصل مع واحد يقول لي شيخ دخيلك أنا بدي يجي لعندك شو أنا القصة واحد اتنين ثلاثة ايه منيح بلش واحد نعمل هيك نساوي هيك ما شغلة بسيطة بس بينه هذا المهتم وينه هذا اللي أخي شو شيخي أنا من زمان القصة صي ايه شو عملت يعني خلص قلت أخي أنا بقبل هيك ايه طيب وإذا أجيتك شي مصيبة راح الجمال بما حمل فكثير من الإيمان يا أحبابنا كثير من الناس يوم عم بتمر هالأحداث عم صادف ناس كتير عم عقيته عم تروح إيمانه عم بيهتز إيمانه بالله عم ليش لأن بالأساس بناية عواميدة سفق لحي شو بده يصير فيها أول هزي يعني قال لك بقى الله بزيل زال تركيا قال لك كل بيوت اللي وقت معروف ده توقع راحت ليش الله روالك أخي مين الله بحسوا بالأسباب والمسببات بحسوا ليش يكسار بحسوا ليش فكل قضية يا أحبابنا مشكلتنا بناخد نحن دغري القصة يعني نخطف الكباي من رأس الماعون مثل ما بيقولوا يعني برجع بحاس بالقصة أدرس هالهالهالهالقضية فذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة شو أكبر مشكلة عندهم كانت شو أكبر مشكلة أنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة أنهم فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة ولاحظة هون عبارة استحبوا ما قالك أحبوا استحبوا فيها مفاعلة فيها زيادة فيها إصرار فيها شو اسمه تجي بتطلع عليه بيقولك فطن لكل مصيبة في ماله وإذا تصبه مصيبة في دينه لا يفطن مرأة جاء أحد الأحباب قال لي والله قلت له لفلان أطلق أخي بشي على الدرس نعم تسمع قال له عمي أنا يعني مدبر حالي بيه هيك كم قناة يوتيوب مبسوطة عليهم يعني بقعد طيب يا ترى لو السيارة الـ XWZ صلى شي شغلي يعني بيفتحها اليوتيوب من بيطلح تحتها وبيصلحها ولا بيرقوا الدغري على الديلار لا 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 أخي على الديلار هو بيعرف شو بدا هو بيعرف ليش يا جماعة لأن ديننا صار خيص ديننا صار ما عاد أولوية ما عادت قضية أخي ابنك شو وضعه قال والله يعني يا أخي ما شو البالي عليه كتير ليش أخي الرياضيات مع الولد ما عم بيحل عدت الرياضيات بدي يدبر له أستاذ من تحت الأرض ايه طيب ومشكلة الإيمان شي أخي عم باخده يوم الجمعة حرام صح يعني بحسب أخوه هيك يعني بيطلع يمين وسار إيه أنت بدت خلص وبيقلبه عم بيسبسب لو حطينا هذا الجهاز تبع الجوزي طلع مسبات يعني إنه حنا خلصنا القصة لا إيه أنت هيك نجرونا مثل خواريف مرة مرة هيك شخص مرة شاب صغير أبو أهلهم لا عندي قالوا اسأل ما عندك تسأل شي سكت ماضي يسأل مو أنت قلت في عندك أسئلة ماضي طلعه أهله أخذ بلش يسألني بلش ياخده يعطي معي قال لي بس بليز شيخ فيه شغلي أنا عندي صديق ملحد معلش تجتمع فيه وسألك بعض الأسئلة قال لي على راسي أنا أين شغلت يعني تكره معينك وعينه ثاني مرة اجتمعنا وسألني ثالث بعدها قلت له شو صار بي صديقك الملحين سكت قلت له أنا عرفته حما شو عرفك فيه قلت له أنت قال لي بليز بس أنا عم استنى ليصير عمري السن القانوني الساعة ما أصار لا تخبر لا أمي ولا أمي بس لحد توصل يا ويلي يا ويلي هيا يا جماعة يا أحبابنا والله هاي اليوم مصيبتنا الكبرى وإذا هالمصيبة ما نحلت والله كل يوم في عنا مصيبة كل يوم في عنا مصيبة نحن قوم شوف نحن غير قصة يا مثل عبدالله بن حزاف السهمي بيجي لعنده مريكا وبيقول له عمي هزوجك بنتي وآسماك بملكي يا أما أبو جهل وأبو لهب هالأمة ما لحل وسط هالأمة ما لحل وسط نحن قومون أعزنا الله بالإسلام ومهما نتغي العزة بغيره يذلنا الله والتاريخ شاهد وكلكم شفتوا وعشنا ما في حزب إلا جبناه وبهدلناه ما في حزبها نجحت الأحزاب بدول العالم نجحت هون وهون وهون لما أجل عنا عشر قلق أوساط هم يجو الرفاق الشيوعيين كل واحد لابس لي بدلة خاكي ولابس لي على موت سيتون جماعتنا ريت شوز بدلات وكلونيات أنا شيوعية رفاق شوز لك مهيك الشيوعية فما يصغلط أنتو يعني لا خلينا شيوعية ولا خلينا قومية ولا خلينا اشتراكية ولا خلينا وحدوي كله مسحنا في مزابل جب لي أي عزب قومي أخي خمسين ستين سنة لك بس بابادون لك بس الشعارات لك الشعارات يعني على الأقل واحد شو بيلك أخي مكدونالد هلأ بتكون الصندويشة منيحة ممنيحة لحمة بس شو بيطع في لحمة وفي بطاطا وفي صندويش وفي بيبسي في أكل عنده يعني أما الصور عنده مكدونالد تروح لعنده تلاقي لا في أكل ولا في ما بتصبط صح الأكل منيح ممنيح لك حتى نحن المبادئ حتى لك كلها ياتا كلها ياتا لك مو ما صاريت مو ما زبطيت تبهدليت نحن قومون أعزنا الله بالإسلام يام نرجع للإيمان يا أحبابنا معلش معلش قال لا تكلفوا إلا نفسك إذا أنت انصلحت انصلح العالم إذا أنت انصلحت صلحت أسرتك صلحت بيئتك صلح اللي حواليك وإذا أنا ما علي حسنان صلح حالي شنون بدي يصلح سيارة غيري ولا أعمل شو اسمه ولا أعمل لا كذا لا يمكن يا أحبابنا هذا الأمر فمن هون البداية يا أحبابنا فإذا عدنا إلى الله والله عاد إلينا كل شيء وإذا بقينا وإذا بقينا بعاد عن رب العالمين بدنا نشوف كتير شافين كل شيء عم نشوفه والله يا شباب هذا غيظه المنفين والله هذا غيظه المنفين قال له قالت له لأ أحد العلماء زوجة ملك التتر قال التتر والمغور قالتوا ألستم يعني الأطقية والأوفية والأؤمنين والصادقين والأهل الجن وانتوا هيك ونحن الكفرة الفسقة هذا طيب كيف رب العالمين يعني صلطنا عليكم كيف كيف نحن نصلطين عليكم عم نعمل وعم نقتل كان يدخل الرجل من المغول والتتر الحارة كلها تتخبى وتسكر وتأفل 1459 لما أجت رسالة هولاكو للقطز المظفر قطز مصر بدأت الحناطير بدأت النقل بدأت الهريبة بس من نودريو رسالة هولاكو وصلت للملك المظفر قطز سنة يا أحباب سنة سنة جابها العلماء الحقيقيين العزق بن عبدالسلام والناسل شو اسمه وبدأت العالم شو اسمه سنة يا أحبابنا كانت معركة عين جانبت وصلت هزيمة التتر إلى الجزيرة السورية من أرف رصلي إلى الجزيرة السورية الفلول وصلت الفلول لهوني في حين كان يطلع التتري واحد يسكر حارة كاملة ببغداد كلها تسكر وبتسمعوا هون برج الروس وهون ما معرف شو معروف التاريخ والنهر ضل الفرات والنيل لونه مدري قديش بالكتب اللي ألقيت فنحن قومون أعزنا الله بالإسلام إلا من اطمأن قلبه بالإيمان فالله يجعلنا من الذين اطمأن دخلوهم بالإيمان الله يجعلنا من الذين يرجعون إلى الله والدنيا يا أحبابنا ماضي 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 واللي راح يعني ما بنعرف أقل من اللي بيئي ولا أكتر من اللي أي شغلة بييد الله عز وجل بس الدنيا ماضي فطوبة يا أحبابنا لمن هيئة طوبة لمن كان يوم القيامة من أهل مليارات مجموعة مليارات وشمس والناس بيتي وهدول شحطين والملائكة وهدول كفار وهدول زرقة وهدول عمية وهدول 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 ما بيطلع غير بيطلع بيطلع إزاعة سماوية إلهية مين فلان شو يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بالله عليكم أديش حقها أديش حقها والله الدنيا وما فيها والله وقتنا والله راحتنا فالله عز وجل يغفرنا ويرحمنا ويتأبل منا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤنين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب رزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين يا رجاء السائلين من علينا بقلوب سليمة من علينا بقلوب ذاكرة من علينا بقلوب مطمئنة حتى نعرف بأنك أنت الحق وكتابك الحق ونبيك الحق والجنة حق والنار حق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رجاء السائلين بارك بهذا المنزل المبارك وبارك بأخينا الدكتور حسان واجعل من ذريته ذرية صالحة إلى يوم القيامة وبارك بالحاضرين جميعا وبذريتهم واجعلنا من الذين قيل في حقهم يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة